لن تبدل جهداً كبيراً لمعرفة ما إذا كانت الميليشيا مرت من طريق أو مكان ما وحدها الصورة ستخبرك بكل شيء حتى بأدق التفاصيل جوانب الطريق واجهات البنايات تعكس ما تفعله الميليشيا من فوضى ودمار في جولة رمزية لكاميرا بلقيس بأجواء المنطقة التي فتحت الطريق المؤدية إليها أو من خلالها باتجاه دوار القصر وصولاً إلى قلب المدينة المحاصرة منذ تسع سنوات بدت الصورة واضحة مشاهد الاكتباض عبوراً من وإلى المدينة أظهرت عطش الناس للدولة ولكل ما يمت للنظام والجمهورية وقبل ذلك الأمن والاستقرار شاهد القادمون من الحوبان وما حولها بل لمسوا الفرق بين حضور الدولة وسلطة الميليشيا وهو ما بدى ويبدو في مظاهر التنظيم والترحاب والاستقبال كل مكان في الأنحاء صار بحاجة الترميم أو للبناء من جديد وذلك يمثل كابوساً للمواطنين العاجزين بفعل الظروف عن إعادة تأهيل مساكنهم وإحياء شيء من ذاكرة الأمكنة التي أحالتها الحرب إلى هياكل وأطلال ثم تمنير في بقاء سيطرة ميليشيا الحوثي تكريساً لحالة التقسيم الإداري والعسكري وإقراراً بدوام بقائها لذا فإن الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية ومحور تعز باعتبار خطوة فتح الطريق ثمرة لتضحيات الأبطال الذين ضحوا لفك الحصار عن تعز لا كما تصوره الميليشيا الإنقلابية بأنه مكرمة ومبادرة وفي كل الأحوال فإن حالة الحذر الرسمي والشعبي قال قم مشروع لانتفاء الثقة في الميليشيا التي يمكنها الإنقلاب على كل ما تم في أي لحظة وبالتالي فإن الضمان الوحيد لفك الحصار الكلي عن تعز يتمثل في التحرير الكامل لا في سواه ترجمة نانسي قنقر